السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا اليوم إن شاء الله سوف أريكم طريقة الإقلاع أو البوت عن طريق الUSB في حسوب لونوفو إيديابات 330 ولكن قبل ذلك يجب أن تقوم بحرق الويندوز على الفلاشة بهذه الطريقة على النظام الجديد UFI كلما تحتاجه لحرق الويندوز على الUSB بالنظام الجديد UFI تحتاج إلى نسخة الويندوز عشرة وكذلك تحتاج إلى هذه الأداة غفيس يمكنك تحميلها من الموقع الرسمي فهي مجانية قم بكتابة هنا غفيس بعد ذلك قم بالدخول إلى الموقع الأول كما تلاحظون ثم قم بالنزول إلى الأسفل ثم قم بالضغط هنا على غفيس ثم قم بالضغط هنا على ضغط لتحميل الأداة بعد ذلك قم بالضغط هنا ثم قم باختيار الUSB قم بعمل فورمات لـ USB بالضغط هنا على فورمات ثم قم باختيار فات 32 ثم نعرف اسم الUSB كما تلاحظون هنا بعد ذلك نقم بفتح الأداة بهذا الشكل ثم نقم بالضغط هنا على ياس بعد ذلك كما تلاحظون عندنا هنا الUSB حرف E ثم نضغط هنا على select ثم نختار مكان حفظ الويندوز في سطح المكتب بعد ذلك كما تلاحظون هنا نختار GPT ثم نقوم بترك هذا الخيار NTFS ثم نضغط هنا على start ثم نضغط هنا على ok وننتظر حتى يتم حق الويندوز على الUSB بعد ذلك قم بالضغط هنا على close ملاحظة secret boot يجب أن يكون disable بعد ذلك قم بإدخال الUSB في الحسوب ثم قم بالضغط هنا على زر التشغيل كما تلاحظون بهذا الشكل ثم قم بالضغط هنا على F2 في لوحة المفاتيح بعد ذلك قم بالذهب كما تلاحظون بأسهم في لوحة المفاتيح ثم قم بالذهب إلى هذا الخيار كما تلاحظون security ثم قم بالنزول بالأسهم كما تلاحظون هنا عندنا secret boot قم بالضغط عليها ثم قم بتغيير الخيار كما تلاحظون كانت enable قم بتغييرها إلى disable بعد ذلك قم بالذهاب بالأسهم إلى الخيار boot كما تلاحظون هنا في الأعلى خيار boot بعد ذلك قم بالنزول بالأسهم إلى خيار الUSB كما تلاحظون على خيار الأخير ثم قم بجعله هو الأول كما تلاحظون بهذا الشكل بالضغط كما تلاحظون بF6 كما تلاحظون أصبح عندنا الUSB device هو الأول ثم قم بالضغط هنا على F10 كما تلاحظون في لوحة المفاتيح بعد ذلك قم بالضغط على entry وسوف يتم الإقلاع مباشرة عن طريق الUSB كما تلاحظون ثم تضغط هنا على SWIFT ثم تكمل باقي الإعدادات يعني تثبيت الWindows على حسوبك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر